كل ما يجري من تصعيد بين الطرفين وتهديدات مباشرة بين حزب الله ولبنان لكن البعض يرى أنه لن تكون هناك حرب شاملة بين الطرفين على اعتبار أن الجميع لا يريدها وكذلك أمريكا خاصة أمريكا المقبلة على انتخابات هل هذا صحيح؟ بالطبع سيد الكريم نحن في لبنان نعيش اليوم للأسف يعني مستوى عالي جدا من الخطابات الحربية طوح القول ولسي عن طياء الخطاب الأخير لسيد حسن نسو الله الذي أطلع للبنان الدين وقام بتهديد قبرة وهذا كان المنفط وجديد في الأمر لأن حسن نسو الله ليس يعني بجديد بالسياسة عندما يدخل أو يقحم قبرة وصفة وركان يقحم الاتحاد الأوريكي فكما نقول في العامية نحن يعني عم بوسع البيكار أي أن نعلم عم بيكبر حجم الرخم حجم الحرب لكي يعني يلجم بعض الشيء الأزين من نتنياهو إن كان مصراً أعلى أن يدخل هذا الحرب لأن نعلم بأن نتنياهو ليس لديه مهرب إلى الأمان هو أن يفتعل حرب أخرى بعد حرب غزة الذي يعني الجميع أجمع لأنه فشل في تحقيق أهدافه السياسية وبالتالي هو ينظر إلى مخرج ربما تكون الجبهة الجنوبية مع لدمان لإبقائه حياً في السياسة ولكن بالطبع يعني هذا الأمر لا يناسب الولايات المتحدة الأمريكية حالياً كما تفضلت لأنها على باب انتخابات وأيضاً إيران لا يناسب هذه الحرب لأن إيران هي الناخب الأول لبايدن وبالتالي إيران لا تريد أن تربك الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في حرب قرينية وهي على أبواب انتخابات وبالتالي هي تلجم حزب الله ولكن من يلجم نتنياهو وهذا الأمر الذي يخيف اللبناني لأنه بالطبع يعني حسن نشو الله أطبح يخيناً من بعد إيران أنه يدين الحرب ولكن من يستطيع أن يلجم نتنياهو إذا لم يجد يعني منفذاً في السياسة له من بعد فشله في غزة